السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة أتمنى تكون بخير و بساحة جيدة اليوم سأحضر معكم الفطائر للنقلة لشرب الشاي فطائر بدون حليب بدون زبدة تغيضها في 10 دقيق الطريقة جيدة مكونات متوفرة في كل بيت عندك الدقيق عندك زيت تقديرهم بكل سهولة والشكل لهم جيد البلدات الفطور رائعين إذا أردت طريقة تحضيرها في الفيديو من الوقت الأخر و لا تنبخلوا عليه باللايكات والاشتراك في القناة بالنسبة لطريقة تحضير مكوناتهم بساط نحتاج 1000 دقيق تقدير كمية لابسة بها الفطائر 1000 وحدة من الدقيق الأبيض هذه تأخذ تقريباً 4 250 جرام 30 دقيق وتقدير تخلطها مع الدقيق الفينو يعني نضيفه قليلاً نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه نضيفه خميرة خبز ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة كمية ملعقة صغيرة أو جمعاً وتضيفه طغير و ملح لا يوجد حلو لأنه نضيفه الشكلة ونضيفه ونضيفه زيت جمعاً ثلاثة ملعقة جمعة تمتين المهم أننا نجد حاجة بسيطة لتقطع أي بيت الذي يكون لديهم أي بيت الذي يكون لديهم الزيت أو السكار أو عقل الماء يعني ليس شيء طائر الذي يحتاج إلى مكونات يعني يتوفر بحل الحليب والبيضين كل ما يكون لديهم حليب والبيض يستطيع تطيرهم بسهولة تغيي دغيات مهمة تخلط عجينة وعجينة بلادلك يعني لديك خفيفة تجمعها يعني لا تكون لديك خفيفة تجمعها تجمعها 10 دقائق قبل أن تجمع تجمعها 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 لا يضع في حجمها 10 دقائق بالزربة تجمعها بعد أن يرتاح 10 دقائق نأخذ لجينة تجمعها 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 تجمعه ك Uki تجمعها تنحط تجمعها تجمعها نحاول نضيفه لتقخة لتزقوش مهم لنشتغل المتلك هكاية لنشتغل المتلك هكاية لنصببهم نستغلهم في تقعة واحدة اربعة او ثلاثة في تقعة واحدة لنشتغل الوقت اربعة واحدة اربعة واحدة بعد مستغل المتلك هكاية بعد مستغل المتلك سوف يبقى يرساحه اربعة واحدة اربعة جرارة قسمه هكا من الوسط اقوم بسطاعة من الوسط هناك اربعة منطر هكاية يعني فطائر منظر جديد ونجعلهم يرتاحوا قليلا يعني تقريبا واحد عشر دقائق يعني أول ما كاملاش تغطي عليهم مما يرتاحوا لا تسخون الزيت أو ثاني مزيان فوقت طيب يوم بالشكل دي يجي منظر طبي تحاول أنك تحليها جيدا لكي لا تبقى لاسقة لكي تزين الجرارة مهمة نغطي عليهم 1-10 دقائق أو العقل بما تسخن الزيت سوف تكون سخونة ونقصوا العافية لكي لا يتحمروا لكي لا يتحمروا نضعهم ونقصوا الماء ونقصوا 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 لكي لا تقصوا لكي أضعوا يجيزوا كان يصبح أكثر مهلا 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 يحاول مهلا 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 اشتركوا في القناة يأتي على الشكل هاته يأتي على أرطبين وخفاف يأتي على هذا المنسبة للحلاوة محلوة بشكل ملعقة كبيرة واحدة من السكر لأنه يوجد السكر غلاسة والشكلات لماذا؟ أرشيته فوق نصف السكر غلاسة ونصف الشكلات يأتي على أرأي والذي يجبون بعض الوصفات البنية أو الفطائر للمقلاد أتمنى أخواتي أن هذه الوصفات التي أعجبكم لا تبخلوش على لي بلايكات والاشتراك في القناة وتبعطي الوصفة من الأخوات والأصدقاء في مواقع الوصول اجتماعي كما تشاهدون يأتي خاوي من الداخل بالنسبة للإختمار لا تختار منه 10 دقائق وبصحة ورحمة مع السلام أخواتي مع فيديو جديد إن شاء الله في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر